يعود رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يؤكد على أن وقف إطلاق النار الفوري في غزة هو سبيل الوحيد للحد من التصعيد على كل الجبهات لماذا لغاية الآن لا تجد الأطراف حلا في قطاع غزة يعني مساء الخير لكم جميعا بداية عندما نتحدث عن هذه الأزمة لا بد أن أؤكد بأن نتنياهو والجيش الإسرائيلي بكافة أجهزته والأجهزة المساندة للجيش الإسرائيلي هي تقاتل وتدافع من أجل شخص نتنياهو فقط ومن أجل الحفاظ على المكتسبات السياسية وإبعاد نتنياهو من أي تبعات سياسية لاحقة ما بعد انتهاء هذه الحرب وبالتالي كل ذلك يأتي في إطار مصلحة نتنياهو تأتي هذه التصريحات اليوم لرئيس الوزراء القطري بالتأكيد من أجل الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها قطر إلى جانب العديد من الدول العربية وجمهورية مصر العربية أيضا من أجل إنهاء هذه الحرب التي تخوضها القوات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة خلال 259 يوم نتحدث عن ما يزيد عن 123 ألف شهيد ومصاب خلال هذه الحرب وبالتالي إسرائيل وتحديدا شخص نتنياهو يريد أن تستمر هذه الحرب الآن نتحدث عن قطر والوسطاء بمع جمهورية مصر العربية والعديد من دول العالم يدركون تماما بأن نتنياهو لا يريد لا موضوع الأسرة ولا يريد استعادة الأسرة المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية لأن أعداد الأسرة تتقلص يوما بعد يوم نتيجة الحرب التي تخوضها القوات الإسرائيلية الدمار الشامل على قطاع غزة بالتالي اليوم إذا أردنا أن نتحدث عن 123 ألف تقريبا من الشهداء والمصابين أقارب هؤلاء جميعهم هم مقاومة المقاومة اليوم ليست محصورة بحماس ولا بتيار محدد وإنما بأهالي قطاع غزة أهالي قطاع غزة نتحدث مليونين ومئة وخمسين ألف اليوم صار عدد السكان ما يقارب مليونين بالتالي لا يمكن أن يكون مستقبل لإسرائيل دون أن يكون مستقبل سياسي لفلسطين دون أن يكون دولة فلسطينية دون أن يتحقق السلام الشامل والعادل بالتالي نتنياهو هو يدرك ذلك لكنه لا يريد أن يأخذوا بالاعتبار بالتالي لاحظنا بأن نتنياهو خلال الأيام الماضية يستمر بالشكوى يستمر بإطلاق الألعيف يستمر بإلقاء اللوم تجاه الآخرين كان له فيديو واتهامات للولايات المتحدة الأمريكية بالتالي هو حريص على افتعال الأزمات حريص على تدوير الأزمة لكن هذه اللعبة وهذه المناورة التي يلعبها نتنياهو هي باتت مفضوحة ومكشوفة لدى الجميع سواء لدى الفلسطينيين المجتمع العربي المجتمع الغربي الذي يدعمه على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية إلى أي مدى يستطيع أن يستمر في هذه المناورة والمراوغة ليطيل أمد بقائه والتهرب من المسؤولية وأيضا المحاسبة بداية الولايات المتحدة الأمريكية مهما كان هناك من قطيعة أو من جفة ما بين الإدارة الأمريكية وما بين نتنياهو لا تزال وستستمر بالتعامل مع إسرائيل باعتبارها ولاية تتبع للولايات المتحدة الأمريكية لكن نتنياهو أنا باعتقادي وقلتها قبل عدة أشهر بأن هناك عدة فرص أمام الجانب الإسرائيلي من أجل إنهاء هذه الحرب وأنا أتحدث عن الجانب الإسرائيلي باستثناء نتنياهو من خلال الاستقالات من مجلس الحرب وبالفعل حدثت الاستقالات لكن نتنياهو تلاعب وتحايل وقام بمناورة أخرى بتشكيل مجلس مصغر لكنني أعتقد بأن المظاهرات وما يعيش الداخل الإسرائيلي من أوضاع سيئة جدا نتيجة الاعتصامات المظاهرات الحاشدة التي تطالب كل يوم باستقالة حكومة نتنياهو وكل ذلك أمور متعددة ومتشابكة متداخلة من شأنها أن تمارس العديد من الضغوط على الجانب الإسرائيلي لكن نتنياهو يريد افتعال الأزمات قبل أيام كان يتحدث وكان له اتهامات وابنه كان له اتهامات أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية عندما اتهم الجيش الإسرائيلي والشباك تحديدا بأنهم كانوا متأمرين على إسرائيل أنا باتقادي كل هذه الاتهامات هي من أجل خلط الأوراق من أجل إطالة أمد وجوده بالسلطة السياسية نتنياهو حتى خلال اليومين الماضيين رأينا كيف كان يتهم بأن هناك من يسعى لإحداث حرب أهلية بالداخل الإسرائيلي لكن الإدارة الأمريكية تعلم ذلك وتعلم سياسة نتنياهو هي بالتأكيد مستمرة في دعم هذا المحتل وهذا الإسرائيل لكن هل ستستمر في سماحي لنتنياهو بهذه المناورة أيضا معها لغاية ما يصل إلى الانتخابات الأمريكية آملا في ترأس ترامب برة أخرى؟ يعني الكل يعلم بأن ما خدم نتنياهو خلال الأشهر الماضية هي قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبالتالي عملية المزايدة التي كان يريد أن يخوضها بايدن من خلال إظهار الولاء والدعم منقطع النظير إلى الجانب الإسرائيلي وبالتالي أنا باعتقادي حتى ترامب تشير استطلاعات الرأي بأن الفرصة الأقوى لفوز ترامب بالانتخابات المقبلة لكن ترامب أنا باعتقادي لن تكون سياسته تجاه إسرائيل كما كانت بالسابق الآن هناك متغيرات ترامب حتى بلقاءات متعددة كان يشير إلى تخبط بايدن وينتظر أيضا المناظرة السياسية المتوقعة أن تكون نهاية الشهر ما بينه وما بين بايدن حتى أن يشير إلى الجرائم التي ارتكبها بايدن ومن بينها دعمه إلى إسرائيل بهذا الشكل أنا باعتقادي هناك مصالح سياسية ما حدث خلال الفترة الماضية بأن الانتخابات الأمريكية التي هي على الأبواب خدمت نتنياهو بهذه المعركة لأن جو بايدن كان يحرص على إظهار الدعم المنقطع النظير إلى الجانب الإسرائيلي في إطار حرصه على الدعم أو كسب الدعم اللوبي اليهودي بالداخل الأمريكي لكن جو بايدن تفاجأ بأن اللوبي اليهودي أيضا له رؤية مراهضة من هذه الحرب الإسرائيلي على خطاع غزة هناك أعداد كبيرة من اليهود الأمريكان المؤثرين بالداخل الأمريكي يطالبون كل يوم بوقف هذه الحرب وبالتالي حتى الداخل الأمريكي هناك رفض واضح تجاه سياسة جو بايدن ودعم إسرائيل هذا الدعم الخارجي ماذا بالنسبة للداخل الإسرائيلي الذي يرفض استمرار بقاء نتنياهو ودليل على ذلك تلك المظاهرات التي تخرج المطالبة بتنحيه وبإسقاط حكومته بوقف إطلاق النار بإعادة المحتجزين وإبرام صفقة حتى استطلاعات الرأي العام التي تقوم بها الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية أحدث استطلاع كان لصحيفة معارف الإسرائيلية والتي أظهرت أن 42% من الإسرائيليين يفضلون رئيس حزب المعسكر الرسمي بني جانس لرئاسة الحكومة حالة أجرية الانتخابات مقابل 35% لرئيس الوزراء الحالي بن يمين نتنياهو هل يمكن الاعتماد على استطلاعات الرأي هذه؟ وهل يمكن أيضا التعويل على المظاهرات التي تخرج تقريبا يوميا وأسبوعيا في تل أبيب ومناطق أخرى في إسرائيل؟ وأيضا حتى تلك الخلافات بين أعضاء الحكومة بين الجيش والحكومة وحتى الداخل المؤسسة العسكرية يعني بداية نتنياهو استفاد خلال الفترة الماضية من افتعال الخلافات والأزمات ما بين الوزراء ما بين القيادات العسكرية بالداخل الإسرائيلي وبالتالي كل ذلك كان في إطار خدمة نتنياهو ومصالح نتنياهو ورأينا كيف كان هناك خلافات واضحة ما بين عدد من أعضاء مجلس الحرب يعني قبل أن يتم حل هذا المجلس وحريص نتنياهو أيضا أن يفتعل الأزمات ما بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر بالتالي حتى قبل يومين وصل عدد المتظاهرين بإسرائيل بيوم واحد ما يزيد عن 150 ألف وهذا كان رقم قياسي رأينا القصوى التي كان يتعامل بها حرس الكنيسة الإسرائيلي مع المتظاهرين وكيف كانوا يستخدمون القوة هل يخشاها نتنياهو؟ هل يخشا هذه المظاهرات؟ أنا باعتقادي نتنياهو هو الآن يلعب بالوقت الضائع لأن كل ألعاب غدت مكشوفي 259 يوم من الكذب والتدليس بالداخل الإسرائيلي وعلى صعيد الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ألعاب نتنياهو أباتت واضحة جدا هو يلعب بالوقت الضائع أنا باعتقادي هو سيسعى خلال الأيام المقبلة إلى افتعال أزمة جديدة واشتباك مع حزب الله والجنوب اللبناني في إطار الحديث عن الدفاع عن دولة إسرائيل ووجود إسرائيل كما قال وكان يتباكى قبل أيام أيضا من خلال وسائل الإعلام أنا باعتقادي كل ذلك من أجل إطالة أمد وجوده هو من حريص على افتعال الأزمات يريد استغلال الموقف العربي من حزب الله وإيران وأطماع إيران بالمنطقة وكيف يعمل حزب الله من أجل خدمة أجندات إيران بالمنطقة بالتالي يريد أن يستثمر هذه المسألة في إطار تحقيق مكتسبات سياسية كيف تكون هذه المكتسبات تكون من خلال افتعال معركة مع حزب الله رأينا حزب الله خلال الأيام المقبلة كيف كان هناك فيديو تم تسجيله عبر طائرة مسيرة هدهد 2 وكيف كان هذا الفيديو رصد العديد من المواقع العسكرية المهمة هو الآن نتنياهو بأزمة هذه الأزمة بما أنها أعين العالم أصبحت تتجه الأنظار تجاه قطاع غزة يريد أن يسلط الأدواء تجاه الشمال وتجاه جنوب لبنان من خلال افتعال معركة ثانية وبالتالي هو يريد أن يفتعل هذه الأزمات ترجمة نانسي قنقر